موسيقى السلام عليكم أعلم بكم وسادة المشاهدين في لقاء خاص ونستضيف في هذا اللقاء السفير الألماني في ليبيا سيد ميخايل أون مخت أعود أرحب بك مرة أخرى معنا على شاشة ليبيا حرار سعادة السفير شكرا جزيلا سيد خالد هذا الشرف خاص لي أن أكون معكم لمرة ثانية في هذا الهوار وأظن هذا الهوار بيكون مفيد ونحن أيضا بتأكيد نتشرف وجودك معنا في مرة سابقة كان اللقاء الخاص الذي أجرناه معك عقب وجودك في ليبيا هنا مباشرة وتزامن مع افتتاح السفارة الألمانية وقتها في طرابلس مرت قرابة ثلاث سنوات تقريبا أعتقد سيكون هناك الكثير من الموضوعات التي يمكن أن نتحدث فيها حول عمل السفارة الألمانية في طرابلس خلال هذه الفترة وسأبدأ معك من تقييمك للوضع في ليبيا بعد قرابة ثلاث سنوات من عودة الدبلوماسية الألمانية إلى ليبيا طبعا فتحنا بشكل رمزي السفارة الألمانية في سبتمبر 2021 يعني ثلاث أشهر بعد المعتمر بردين ثاني وطبعا كان الأمل كوي جدا عندنا ولكن فتحنا بعد ذلك تدرجيا السفارة يعني في 22 فتحنا وكان يعني وجود الدبلوماسيين بشكل دائم و23 يعني في سيف 23 يعني تقريبا قبل 19 أشهر سكرنا يعني منصب السفارة في تونس بشكل كامل وهذا طبعا دليل يعني للتقدم في ليبيا في نفس الوقت طبعا ألمانيا كان يلب أظنه دورا إيجابيا مع معتمرين برلين يعني الأول والثاني في ليبيا وطبعا عندما عملنا الحوار يعني في 21 فكرنا نحن كريب من تحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ديسمبر 24 ديسمبر 21 وهذا ما حدثت ولكن بشكل آم أنا أرى يعني تقدم في الوضع في ليبيا ولكن أنا أرى كمان يعني خواتر يعني وأواكب يعني بهذا التقدم وبالنسبة لنا كالسفارة طبعا يعني أظن نجاحنا تدريجيا ورجعنا تدريجيا وعالآن نحن موجودين بشكل كامل كالديبلوماسيين ألمان في ليبيا وأظن هذا مهم يعني هذا كمان رمز يعني ورجع كثير من السفارات يعني بعضنا وبعض منهم قبلنا إلى ليبيا وهذا كمان يعني رمز وضليل لثقة الديبلوماسيين إلى الدولة الليبية طيب أفهم من ذلك بأن كأن التوقعات في تلك الفترة كانت أكبر مما تحقق بعد ثلاث سنوات الآن خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي وعلى وجه الخصوص عملية إجراء الانتخابات صحيح يعني أعظم يعني كنا أكتر متفائلين يعني في في واحد وعشرين وأعظم يعني ممكن السبب كان يعني شان ما عرفته يعني كل الأواكب يعني يعني الموجودة يعني بشكل بشكل كامل وما عرفت البلد متل أعظم أعرفها الآن وطبعا بريي الانتخابات مهمة جدا وشيء أساثي يعني للاستقرار في ليبيا يعني هذا ما ريرت طبعا فشلت الانتخابات في ديسمبر 21 وبذلك الوقت كان لازم أن نجلس كله مع بعض يعني أسهب الكرار الليبيين أسهب الكرار الدوليين أن نتعلم ما كان هو أسباب هذه الفشل وهذا ما حدث في تقديرك سعد السفير ما الذي كان غائب عن تقديرات الجانب الدولي سواء ألمانيا باعتبارها لاعبة دور أساسي في إطلاق مسار برلين واحد واثنان ثم عملية الحوار في تونس وجينيف التي انتهت إلى عودة الاستقرار النسبيا ومن ثم الشروع في عملية سياسية تنتهي بإجراء الانتخابات ما الذي فاتكم تقديره في تلك المرحلة بحيث اليوم اكتشفته أنه كان يجب أخذه بالاعتبار وقتها يعني كان لازم أني طبعا بعد الأخداث نعرف أكثر قبل الأخداث وطبعا التفاصيل دائما أسهل يعني إذا نحن نفكر كمؤرخين يعني آه هذا هدث وهذا السبب ولكن إذا نرى إلى المستقبل يعني هذا بيكون أسعب وهذا كان صعب يعني في 21 أظنني جزء من المشكلة كان يعني في 21 يعني كان التقدم بشكل سريع جدا يعني معتمر برلين أول يعني في 20 معتمر برلين ثاني في يونيو و20 يعني وبينهما جينيفا المنتدى يعني خطة طريق يعني كل كان بسرعة وما عشفنا الأواكك بشكل كامل يعني عملنا 80% من الطريق وكنا أظنني كل يعني الليبيين والمجتمع الدولي يعني آه مبسوط مع التقدم ما هي العشرين في المية ساعة السفير التي لم يتم حسابها وقتها ولم يتم تنفيذها بعد ذلك حتى كانت عقبة أو سبب في عدم جراء الانتخابات يعني أظنني يعني مسارات برلين يعني المسار الأمني المسار الاقتصادي والمسار السياسي كله مرتبط مع البعض وكان في مشاكل في كل المسارات يعني في المسار الأمني يعني كان مطلوب في برلين أول وفي برلين أو خاصة في برلين ثاني انسهاب كل الكوات الأجنبية وخاصة المرتزكة طبعا بتدريجيا وبشكل متوازن وهذا ما حدث كان لازم يعني قرار يعني على قوانين الانتخابات يعني في سيف يعني وقت وعشرين يعني كان تحت سيطرة يعني الأمم المتاخدة مع المنتدى في ذلك الوقت وفشلوا أو أفشلت يعني ذلك وما كنا في خريف يعني واخد وعشرين مع كوانين قوية جدا لتنفيذ الانتخابات وعدم إرادة يعني أخيانا تحقيق الانتخابات عند بعض الأسهاب الكرار وطبعا كمان يعني عندنا كمجتمع دولي يعني عندنا كمان مسؤولية يعني كنا أكثر متفائل وما كنا نشتغل بالتفاصيل وبالنقات الأخيرة يعني هذا بيكون بروخ على حاله يعني وأظن أن هذا من اللازم يتعلم نتعلم كلنا يعني ليبيين والمجتمع الدولي يعني من فشل المسار السياسي يعني في واحد وعشرين يعني لازم أدقة وأن نستمر يعني في مع زهودنا البناء على ما تحقق في وقتها لم يكن في ورد حساباتكم أنها ستكون هناك خلافات كبيرة بشأن قوانين الانتخابات إلى الدرجة التي لم تطرح هذه المسألة على طاولة الحوار في جينيف أو حتى على الأقل طرحها للنقاش في برلين بين الأطراف الدولية التي شاركت في مسار برلين أظن يعني في إذا نتكلم عن الانتخابات أظن المسؤولية أكثر ليبيا كدولية مثلا إذا نتكلم عن المسار الأمني يعني فيه كمان مسؤولية كبيرة دولية بالانتخابات يعني كوانين الانتخابات كان واضح سؤالا للمرشخ من سيرشخ من عنده حق ترشخ يعني هذا كان السؤال الأهم وطبعا هذا كان من عدم وجود قرار واضح يعني وقرار يعني كل حدا كان ممكن يعني يقرأ في هذا القرار يعني مثل ما أو يعني يفهم مثل ما يريد وحذا كان من الأغلات يعني فشلت يعني المنتدى في أو يعني في بعد من المنتدى بيكون يعني أفشلت يعني المنتدى وكان يعني في في سيف يعني واحد وعشرين على يعني إزدار الكرارات ورجع إلى البرلمان والاتفاك بين البرلمان ومجلس العالي كان كان صعب ونحن عرفنا عنها صعبات ولكن يعني 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 عرفنا إلى النفق وعرفنا أن ما عندنا يعني دوب بالسيارة عندما حدثت المشاكل ظهرت في الصورة إذا نظرنا لعملية فشل الانتخابات التي تم تقللها في خارطة طريق على أساس أنها كانت نقطة بداية جديدة للعمل السياسي في ليبيا بعد مسار برلين بعد أن طوية صفحة الحرب على طرابلس الخلافات المسلحة والاشتباكات التي كانت متكررة في أكثر من مكان هل يمكن القول اليوم بأن هناك نمط محدد للمشكلة الليبية بحيث يمكن للأطراف الدولية أن تتناغم مع الجانب المحلي لاتخاذ هذا النمط أو هذا الشكل بحيث نضمن أن العملية السياسية ستمضي نحو عملية انتخابية حقيقية يعني مثل ما قلت أنا لا أظن أنا في أي بديل للانتخابات ولكن التوقيت الانتخابات هذا سؤال ثاني وهذا مهم ونحتاج الجهود الدولية والجهود الليبية هذا التعاون بين الاثنين مهم الدور المجتمع الدولي يعني بيكون دايما دعم لمبادرات ليبيا ولكن يعني بدون هذا الدعم يعني لن نرى تقدم يعني ومننا لازم أن نرجع إلى المادي شوي وأن نترس أسباب يعني الفجر هذه واضحة سعادة السفر لك أنا سؤالي بشكل آخر هل رغبة بعض الأطراف سواء داخليا أو خارجيا في تجميد الحالة وعدم الذهاب نحو الانتخابات عقب عجز المجتمع الدولي عجز مسار برلين اتفاق جينيف على حل هذه المشكلة وبالتالي نجح من لا يريد إجراء الانتخابات في ليبيا في إبقاء الحالة على وضع الجمود اللي عليه اليوم لا أظن أنا واخد لحاله يعني مش دولة ومش يعني طيار سياسي في ليبيا يستطيع أن يمنع الانتخابات على حاله إذا فيه روح إيجابي عند الآخرين يعني لا يوجد حك فيتو لأي دولة لأي سياسي في ليبيا لأي صاحب القرار إذا فيه تحالف كوي بين الليبيين والمسائدين في المجتمع الدولي أظن يعني في 2019 و2020 كان الوضع الدولي أسوأ طبعا في 2021 كان الوضع الدولي جيد أنشان ما شفنا يعني مشاكل مثل بعد يعني الهجومة الروسية لأوكرانيا والمشاكل يعني يعني صعب اليوم أن ناخد يعني كرار في المجلس الأمن يعني بأسباب يعني حتى أن ليبيا بأسباب يعني خارج النظر سعد السفير ربما أنا سقتبس من وصفك الوضع كان جيد ما بعد 2019 ربما لأن بعض الأطراف الدولية أرادت تجميد الوضع والإبقاء عليه في حالة الصراع الساكن وعدم الذهاب إلى انتخابات وعملية سياسية امتلكها ليبيون وبالتالي سعد السفير عندما جلس تلك الأطراف الدولية في برليل لم تكن راغبة في إنجاح عملية سياسية وأنما كانت ترغب في إبقاء حالة الجمود إلى الأبد أو على الأقل إلى أطول فترة ممكنة أعتقد أن التجميد ليس في مسلحة حدا يعني نحتاج لحل المشاكل السياسية وهذا التجميد طبعا أخصى كحرب داخلية أو أي مشاكل دولية ولكن التجميد ليس حل وفي ليبيا الحل ممكن برأي والحل في مسالح الحقيقية مش بس للليبيين لكل الليبيين ولكن كمان للدول المتجاورة ودول عندهم كوة في ليبيا نحن كأوروبيين ليبيا جارنا إذا جارك في صيخة جيدة تستفيد منه أكثر المسلحة ومسالحنا الخاصة كألمانيا وكأوروبا الاستقرار في ليبيا ومثل ما قلت أنا لا أظن من الممكن أن يكون استقرار مستدام في ليبيا بدون تنفيذ الانتخابات هل تتفق كل الأطراف الدولية عادة عن الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص؟ باقي الأطراف الدولية المنخالطة في الشأن الليبي والحاضرة في المشهد الليبي ربما بدرجة ومستوى أكبر من الحضور الأوروبي هل تلك الأطراف لديها رغبة فعلا في إنهاء الأزمة الليبية؟ لا أعرف إذا هناك إرادة قوية لإنهاء ولكن أنا لا أظن أن هناك إرادة قوية لإستمرار الوضع مثل ما هي نحتاج طبعا تحالف داخلي وخارجي إذا نريد التقدم برأي هذا ممكن وكل مسؤول سياسي لو خارج ليبيا أو داخل ليبيا يقول نحن نريد الانتخابات طبعا بالتفاصيل باختلف شوي بس لازم نأخذ كل المسؤوليين على الكلمة هل هذا حقيقي سعد السفير؟ دعني أحيطك ربما بشعور العام في ليبيا على الأقل بأن هناك رغبة حقيقية لدى الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي في تجميد الوضع على ما هو عليه ولا توجد إرادة في دفع الأزمة نحو الحل يعني أنا أنا بفهم يعني هذا الكراءة وأظن يعني ماذا يعملوا يعني بعض الدول يعني سبب لهذا الكراءة ولكن أنا لا أظن يعني أن هذا التجميد يعني في مسلخة هذه الدول يعني في عندنا في الآلم يعني مشاكل قدة وحكذا لا نحتاج يعني يعني عندنا في ليبيا إمكانية الحل وهذا ليست حل يعني ضد مسالخ يعني أي دولة طلب يعني دور مهم في ليبيا لأن هذا لازم يكون حل يعني في مسالخ الليبيين وأظن الأمن والاستكرار والاستهار الاقتصادي في ليبيا في مسلخة يعني جيرانها في مسلخة يعني كل دول المتوسط في مسلخة الجميع أظن في مسلخة الجميع طيب بعض المتغيرات ساعة السفير التي حصلت بعد سنوات 21-22 إلى اليوم المتغيرات في الشرق الأوسط علاقة الأطراف الغربية مع ليبيا أو بكينات سياسية وعسكرية في داخل ليبيا هل غيرت المنطلقات التي بدأ العمل عليها في برلين بشكل كامل أم أنها أثرت تأثير ويمكن القول بأن مسار برلين ما زال فاعل اليوم أنا أظن مسار برلين موجود حتى الآن وهذا مهم ولكن مننا اللازم نستفيد أكثر منها مننا اللازم أن اللقاءات سيختثون بشكل أقوى وبشكل مستمر مثلا يعني الخمسة سيد خمسة يعني هذا شيء إيجابي جدا وهذا يعني هذا اللجنة المشتركة يعني بين الأسكرية يعني هذا كان يعني خطوة مهمة نحتاج يعني عن اللقاءات في هذا الخمسة سيد خمسة بشكل دائم يعني لحل المشاكل الأمنية يعني حتى كان ونحتاج عن تقدم في الملف الأمني وعظنني هذا الجزء من مسار برلين وكان في تقدم يعني حتى في 23 يعني يعني بعد كل المشاكل في أوكرينيا وبين الروس والغرارب وعظنني من الممكن أن نتقدم إذا في إرادة قوية يعني شفنا يعني أول مرة كان يعني الخمسة سيد خمسة كان في لكاوهم في درابلوس يعني في ربيع 23 وفي سيف 23 كان في بنغازي يعني وكان من المتلوقعة أو يعني كان النتيجة يعني آخر لكاو يعني نامل لكاو الثالث يعني في الجنوب يعني هكذا في كل أنهاء ليبيا وهذا لازم يعني تنفيذ لذلك نعم على مستوى نتائج يعني اليوم كل المسارات سواء السياسي أو الاقتصادي والأمني فعلا حققت يعني حركة الوضع الراكد لكنها لم تنجز نتائج لا عسكريا تم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ولا سياسيا نجحت الانتخابات ولا اقتصاديا استكملت عملية المراجعة المتعلقة بالمصرف المركزي مثلا توحيد المؤسسات المالية المنقسمة كل هذا كنتائج غير موجودة على أرض الواقع اليوم صحيح اللقاءات بين الأطراف موجودة داخليا وخارجيا لكن لا توجد نتائج نحتاج النتائج ولكن إذا نريد النتائج نحتاج أولا نروح إيجابي من الكل مثلا الانكسام الاقتصادي والسياسي والأمني هذا مشكلة لليبيا ونرى حدود للتقدم الاقتصادي في ليبيا بسبب ذلك يعني النموذج مثل شفنا حتى الآن يعني سمخت بادر تقدم ولكن هذا وصلنا إلى حدود للنمو الاقتصادي نحتاج لنمو أكثر وطبعا توصية ثروات الليبيا للكل إلى تقدم إلى حكومة واحدة تسيطر في كل البلد يعني هذا لازم إذا نريد مش بس تجميد الأزمة أنشان تجميد يعني ليس حل وهذا نرى اقتصاديا إذا ليبيا تريد تحكيك أخدافها مثلا إصدار يعني ثلاث مليون بارل برميل يعني نفط يوميا برأي هذا مستخيل إذا ما في تقدم سياسي كله مرتبط مع بعض وعندنا الآن يعني فيه هدوء نسبي يعني فيه هدوء أمني عندنا الآن الإمكانية يعني أن نتقدم طبعا عندنا إمكانية الوقوف والتجميد أين ترى إمكانية التقدم اليون؟ أعظن يعني أولا يعني نحتاج عن اتفاك يعني بين أصحاب القرار عن توزيع الثروات يعني في ليبيا يعني كان فيه مبادرات لذلك من قبل كان يعني فيه اقتراح أمريكي كان نسميه مستفيد ولكن ما نجحت بأسباب إدى ولكن أظن المبادرة نفسها يعني كان جيدة وعبعدين شفنا اللجنة العالية المالية اليوم يعني موجود فكرة عن اللجنة من البرلمان من اللازم يعني أن لجنة مثل ذلك يعني كيف نسميها من هو رئيس هذا اللجنة هذا مش السؤال يعني من اللازم أن يشتغلون مع البات يعني بشكل إيجابي ويشتغلوا يعني في مسلخة الشاب الليبي نحتاج أنحى الوسط يعني نحتاج أن توزيع الثروات يعني لكل أنحى ليبيا وطبعا هذا ليس صحل بس هذا يحتاج عن مناكشات ونحتاج إلى هذه المناكشات بكل المكونات المجتمع الليبي وكل أسهاب القرار يعني أنشان هذا اللازم يعني بالشرق بالررب في الجنوب لا تعتقد سعد السفير أن هناك مشكلة في النظرة إلى ليبيا على أنها كيان موحد مع أن الحقيقة اليوم أن ليبيا منقسمة على نفسها متشضية في أكثر من المستوى وبالتالي الحديث عن إرادة ليبية ربما غير مناسب قياسا إلى واقع الحال في البلد والانقسامات الموجودة فيه أنا على كل سأعود معك سأتجاوز الملف السياسي لأنه ربما بدأنا به لأنه هو الأكثر اهتماما قبل المشاهدين لكن أود أن أتحدث عن تصور الخارجية الألمانية لعلاقات مع الجانب الليبي وقبل أن أختم حديثنا في الشق السياسي سأسأل سؤال ربما نقفل به الحديث في هذا الجانب اليوم تعتقد سعد السفير أن المشكلة الليبية مشكلة داخلية أو مشكلة خارجية بشكل صريح بشكل صريح مشكلة داخلية وخارجية ولكن برأيي بس أعظنه 70% داخلية وإذا نرى بعض المشاكل في الآلم أو حتى في الشرق الأوسط في دور أجنبي أكبر في ليبيا عندنا شاب واحد وهذا مهم جدا يعني بعد كارثة الدرنة والفيضانات يعني شفنا الإرادة الكوية لهذا الشعب المساعدة للآخرين وهذا كان بنسبة لي مفاجعة مش مفاجعة ولكن التجربة إيجابية جدا مع العصف ما استغلنا هذه الفرصة الكارثة طبعا كان مصيفة جدا ولكن بعد ما شفنا التعاطف والتدامون والمساعدة من الررب والجنوب إلى الشرق هذا كان بالنسبة لي واضح أن الشاب الليبي وحيد وظن هذا الخبر من اللازم يفهموا كل المسؤولين الليبيين الانكسام سياسي مش شابي الانكسام مش اجتماعي عندنا بسفارة مثلا الليبيين من الشرق والجنوب والررب يعني كل يشتغلون مع بعض وأنا ما أرى مشاكل لا توجد حساسية بين الليبيين لا يوجد كراحة يعني في هذا الوقت وهذا الوقت ممكن تنفيذها كمان بشكل سياسي يعني هذا الوقت الاجتماعية والشعبية من اللازم يعني أن غير منطقية التي تنعكس هذه الوحدة الشعبية على الواقع السياسي ويظل منقسم بهذا الحال وربما هذه المسألة الغريبة تجعل القول بأن المشكلة الليبي مشكلة خارجي قريبة من الحقيقة برأي بس طبعا يوجد تحالفات بين بعض الأسحاب الكرار وبعض الدول بس من يشارك فيها يعني هذا مشاركة ليبيا دولية يعني ألمانيا لن ما لعبت هذا اللاعب ولن نامل هذا يعني أظن من التدخل السلبي لا يخجوز يعني برأي منه لازم نسائط يعني الليبيين يعني بطريق أتخبرهم إلى الوقت ومش يعني نمنع ذلك بمسالخ الخاصة أظن أني مسالخنا وأظن أني مش أظن يعني أنا متأكد أنا متأكد يعني أنا مسلخة كل اللائبين يعني في الاستقرار في ليبيا إذا جارك يعني مثل ما قلت يعني بشكل جيد يعني بتنام أخصا يعني هذا الموقف الألماني واضح هل يمكن أن ينعكس هذا الموقف أوروبيا بحيث نرى الدور أكبر للاتحاد الأوروبي لأن اليوم على ما يبدو في ظاهر الصورة بيننا اللاعبين المتقدمين على المستوى الدولي هو الولايات المتحدة والاتحاد الروسي من الجانب الآخر مع وجود أدوار أقليمية ربما أقل في حالة شبه غياب تام للاتحاد الأوروبي لا يمكن لألماني الاتحادية أن تلعب دور يجعل الاتحاد الأوروبي دافعا نحو إنهاء الأزمة الليبية وعلى الأقل يقدم مساعدة أكبر للشعب الليبي في الخروج من أزمة يعني أعزون في إرادة قوية في كل أوروبا يعني لخروج من الأزمة الليبية ويلا بقى الاتحاد الأوروبي يعني دور أكبر من الآن من ما كان يعني قبل خمس سنوات إن شان طبعا يعني من المعروف يعني أن كان عندنا يعني مش موقف أوروبي مواحد يعني في قبل خمس سنوات أو كان قبل سبع سنوات والاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يلب دور إذا ما في وقت داخل الاتحاد الأوروبي ولكن اليوم إن هذا الوقت موجود وهكذا والإرادة موجودة يعني خاصة يعني في بعض الملفات الملف الأمني ملف التعاون بمكافخة الهجرة الشرعية طلب طلب الاتحاد أو يلب الاتحاد الأوروبي يعني دور أساسي بالتعاون مع الليبيين بس طبعا يعني نحتاج كمان لشريك ليبي وشريك واحد لكل لكل المشاكل وهكذا يعني إرجع إلى النقطة أعظم المشكلة أكثر داخليا ونحتاج أن الإرادة الداخلية أنا لا أعطى كنا من الشاب يعني هذا الإرادة شفنا يعني بعد درنا وشفنا يعني في تسجيل عندما سجلوا يعني في قائمات المنتخبين هذا واضح بالنسبة لي لكن دائما سيظل السؤال مطروح حول هل المشكلة داخلية أم خارجية وعلى الأقل الشعور العام في الداخل الليبي يذهب إلى أن المشكلة من الأساس هي تدخل أطراف الخارجية أنت قلت بأن دور الاتحاد الأوروبي أصبح واضحا حاليا أكثر من السنوات الماضية هل يمكن أن تذكر لنا سعد السفير شواهد على هذا الدور مثل ماذا أي ملفات اليوم يلعب في الاتحاد الأوروبي الدور أبرز مما كان عليه في السابق أنا أعظم من هذا الملفات طبعا الملف المكافقة الهجرة غير شرائية وتقدم في ذلك طبعا كمان تبادل عن حقوق الإنسان في ليبيا دور اقتصادي طبعا لكل دول من الاتحاد الأوروبي عندنا مسالخنا الاقتصادية الخاصة ولكن بشكل قام أوروبا بشكل كامل تحتاج عن إصدار أو أنطاقة لو تقليدية أو متجددة من ليبيا مثلا وهذا ممكن بس بكون ممكن نتيجة تعاون أوروبي ليبي هذا الملف الاقتصادي الاستراتيجي جز يلب الاتحاد الأوروبي دور مهم فيها اقتصاديا وحتى سياسيا وطبعا ألمانيا جاهزة أن طلب دور إيجابي مثل لأبنا في الماضي وعندنا أفكار لذلك ولكن نحتاج طبعا أن أدام للكل وموافقة داخل داخل ليبيا نعم وأظن حتى لأصحاب الكرار في ليبيا أن هذا التجميد ليست حل وليست في مصلحته طيب هذا مدخل مناسب للعودة للحديث عن العلاقات الثنائية الليبية الألمانية ما هو تصور الخارجية الألمانية لهذه العلاقات أنتم على الموقع الرسمي للسفارة الألمانية في ليبيا ترفعون شعار الوحدة السياسية المؤسسات المستقرة التعاون الاقتصادي تقف ألمانيا بثبات مع ليبيا في كل هذه المستويات العمل المشترك ما هو التصور العام لألمانيا بشأن هذه العلاقة الثنائية مع الجانب الليبي بالنسبة لنا نجاجع كل التباضل بين ألمانيا وليبيا وهذا مهم جدا رخلات رخلات علاقات اقتصادية علاقات إنسانية علاقات ثقافية عدبية بالنسبة الآن عندنا المنتدى الألمانية الليبية الخامسة يحدث الآن في ليبيا لثالث مرة هنا في درابلس أول مرة كان في برلين المرة الثانية كان في تونس ومن بداية 2021 بدنا هذا المنتدى في ليبيا وهلا ثالث مرة وأنا أشارك في هذا المنتدى هذا مهم التباضل ورجوع الشركات الألمانية إلى ليبيا مهم جدا ولكن كمان مننا لازم نرى في هدوط للتقدم والتنمية الاقتصادية غير منتكية بسبب الانكسام السياسي والمشاكل السياسية والأمنية ومننا لازم نجاجع الشركات الألمانية نحن كسفارة ليرجوهم ولكن في نفس الوقت مننا لازم نشاجع الآيبين الليبيين أن يفتحوا تريك لهذا الرجوع وطبعا ليبيا مثلا تلب الدولة دور اقتصادي أساسي وفي ذلك في دولة مثل ليبيا نحتاج الميزانية الميزانية حقيقية وقرار واضغ لذلك هذا يفتخ التاريخ للتقدم الاقتصادي ومننا لازم أن نشتغل في ذلك طبعا التبادل الاقتصادي مهم بس إنساني كمان مهم وانا كنت عندما جيت كان إرادتي أن أزور كل أنها ليبيا وهكذا كنت في كل الجنوب حتى الآن صعب لأن البلد واسي جدا وكبير ولكن رغت إلى بنغازي إدتمرات إلى الشحات إلى بيدا إلى تبروك إلى غدامس جبل نفوس وعندما كنت أتكلم مع المسؤولين هناك ومع اللايبين كل هذا يريد تبادل أكثر مع الخارج وطبعا هذا دورنا كسفارة المفتخ الإمكانيات عندنا من 2015 المنظمة التعاون الدولية الألمانية الجي اي زيت موجود في ليبيا وكان دايما سياستنا وسياستها الفكرة عن نشتغل وننامل هذا التعاون مع كل أنهاء ليبيا وكان في تعاون في الدام اللامركزية البلديات وهذا مثلا مشروع ومشارية ناجخة جدا وهذا كمان مهم هذا التبادل ليبيا بعد وكمان من اللازم نرير صورة ليبيا في ألمانيا وفي أوروبا بشكل قام إذا اليوم يفكر عن ليبيا يفكر أكثر وقتا مع الأصف بس الحرب أو المشاكل بعد الثورة والوضع غير مستكير وإرادتي كسفير ألمانيا عن أن الألمان كمان يفهمون ليبيا رير للأسف سعد السفير أخبار الحرب دائما أكثر واجا وأكثر انتشارا من الأخبار الإيجابية هذه طبيعة بشرية ربما لكن انطلاقا ما قلت الآن عن تصوركم للعلاقات مع الجانب الليبي سعد السفير لماذا لا نرى دور ألماني في هذا الاتجاه يأخذ درجة من المخاطرة لدعم النشر هذه الصورة الإيجابية على ليبيا مثلا عودة العمل القنصلي وفتح تقديم التأشيرات من ترابلس هذه مسألة ربما يكون فيها مش رسك بالنسبة لدولة ألمانيا لكنها من الناحية الأخرى هي تعطي دفع إيجابية حقيقية وقوية ربما تختصر كثير من الجهد الذي يبذل لتغيير صورة ليبيا في الخارج لماذا لا تبادرون لأخذ هذه الخطوة والعودة للعمل القنصلي من داخل ترابلس أنا معك مية بالمية وأنا أشتغل هذا الرجوع الكنصلي إلى ترابلس يعني من فترة يعني طبعا فيه أواكب كنونية أواكب أخيانا أمنية وبالنهاية لازم أن نأخذ هذا الكرار كعلمان أن نريد وعندنا مشروع وإن شاء الله سنرى تحقيق لهذا المشروع بأكرب وقت ممكن إن شاء الله قبل نهاية السنة يعني أن نشتغل يعني مثل نشتغل الآن مع شركة شركة واحدة يعني في تونس مسؤولة عن التشيرات أو عن التلبات للتشيرات الليبية وعندنا فكرة أن نعمل نفس الشي هنا في ليبيا أعظنا الشركة تكريبا جاهزة نحن تكريبا جاهزين نحتاج شوية من كرار سياسي نهاي ولكن أنا عجاجعة هذا وأنا بذلت كثير من جهودي على تحقيق ذلك حتى الآن عندنا بعض الأسئلة يعني في النظام الألماني لا تجدون لها إجابات وبالتالي تؤخر مسألة متى تتوقع على وجه التقدير عودة العمل القنصلي الألماني إلى داخل ليبي يعني قبل سنة قلت بمناسبة أخرى أن إن شاء الله قبل نهاية السنة ولكن هذا كان نهاية السنة الماضية يعني بكل سراحة أنا أهاول وإذا بكرة أخصا من بعد بكرة ولكن طبعا نحتاج شوية وقت ممكن نهاية السنة أو الخريف إن شاء الله خريف 24 بيكون ممكن يعني شفنا فتح يعني مثلا خدمات كونسولية لأستكان الإسبانيين يعني قبل قبل كليل وعندنا نفس الفكرة لذلك ونحن كان المتوقع أن تكون ألمانيا هي المبادرة قبل أي دولة أوروبية أخرى لهذه الخطوة لكن رأينا دول أوروبية أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بادرت باتخاذ هذه الخطوة مع أن مسار برلين انطلق من ألمانيا ولم ينطلق من مدريد ولم يرومان صحيح على كل حال كيف تجدون تعاون الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية مع هذه المساعي هل هناك خطوات يجب أن تقدمها الخارجية الليبية حتى تساعد سفارة ألمانيا في طرابلس على الوصول لاستصدار هذا القرار من الحكومة الألمانية من الجهة الفنية كل المساعدة موجودة من جهة السلطات في درابلس طبعا الوضع الأمني والسياسي أو عدم وجود حل سياسي لا يساعد لتحقيق نهاي المشروع ولكن أنا أظن وأنا متفاعل أن ننجح ومثل ما قلت من الشكل الفني كل المساعدة موجودة نحتاج طبعا إذا لو كان السؤال مثلا هذا السؤال يطرخ لي من ألمانيا إمتى الانتخابات في ليبيا هذا رمز نهاية الفترة كمؤشر أساس كائني وطبعا أنا أظن هذا الحل لذلك المشكلة يعني ممكن نفتح كونسولية أو خدمات كونسولية قبل حل سياسي نهاي في ليبيا ولكن يرى هذا يساعد ربما يساعد على الوصول إلى حل سياسي بالنهاية لأنها ستكون درجة متقدمة من الدعم دائما تطرخ على طاول إتلقاتكم مع الأطراف الليبية مسألة المساعدة في رفع الحذر عن الطيران الليبي في أجوال الاتحاد الأوروبي وهي مسألة ممتدة من سنوات ومقلقة ومرهقة بالنسبة للشعب الليبي اليوم رغم أن ربما دواعي اتخاذ هذه الخطوة لم تعد موجودة على أرض الواقع لكنها على ما يبدو تتأخر هي الأخر بس أنا أظن أنا أرى ما سولية في ذلك الملف يعني أكثر عند عدم وجود حكومة واحدة في ليبيا يعني نحتاج لحل هذا المشكلة عن تقدم سياسي في ليبيا أنشان بيكون مؤسسة واحدة مسؤولة عن أسئلة الأمن الجوي وذلك أظن أن المشكلة طبعا هذا كان من الواكب يعني ضد النظام السابق يعني في 2010 أو 2010 بس من اللازم أن نرى تقدم وأن نرى تقدم يعني وكان في وفد من الياتا موجود في ليبيا نحتاج شويا خطوات إدفية من الجهة الليبية وأظن يعني في التقدم ممكن بس الآن نرى أن بعد الشركات الأجنبية رجعت إلى ليبيا مصر الطيران موجودة يعني التركيش إيرلاينز موجودة وإن شاء الله سنرى يعني كمان نرجو شركات يعني أوروبية طبعا يعني في تحالفات يعني من شركات الطيران في أوروبا يعني ممكن شركة واحدة يعني بيكون قبل الشركات الأخرى إذا هم في نفس التحالف يعني نوع من التنافس مش تنافس داخلي يعني بس مثلا السكاي تيم أو السكاي اللاينز يعني هم ممكن واخد يعني بيكون موجود قبل هذا يساعد على تسريع اتفاض هذه الخطوة وطبعا نهاية الانكسام السياسي والاقتصادي بيكون أكثر أكثر مسائدا يعني في هذا في هذا الملف تقدم كمفتاح رئيسي لمعالجة كل هذه الملفات سؤال الأخير ربما مسألة رفع حضر الطيران في الأجوال الأوروبية بالنسبة للطيران اللي بيمرتبطة بمسألة أمنية وبالتالي قد يكون مفهوم تأخر اتخاذ هذه الخطوة لكن هناك ملفات أخرى في المستويات الأكاديمية في المستويات الثقافية هذه ملفات ليست مرتبطة بالأمن بشكل مباشر وهي الأخرى لا تجد دعم الذي يوازي على الأقل مستوى الاستقرار الحاصل في ليبي رأينا تقدم حتى في هذه الملفات الأكاديمية عندنا الآن شراكة بين جامعة توبروك وجامعة بايروت هذا كان نتيجة من مبادرة شخصية وصار رسمي عندنا علاقات موجودة مع جامعة درابلوس نحتاج كمان التفتاح من السلطات الليبية لذلك ومن السلطات الللمانية ولكن إذا تقدم هذا نتيجة من المبادرات الشخصية ونحن نجعجع هذا رأينا مثلا قبل أسبوع وجود واحد أستاذ اللولوم الاقتصادية الألماني كان هنا في جامعة درابلوس ونرى خطوة خطوة وطبعا من المهم كمان يعني التعاون الثكافي أو تبادل الثكافي وقبل قليل رأينا أول زيارة من سنوات لرئيسة معهد جوتي الإكليمية لدراسة إمكانيات يعني رجوع كمان المهد جوتي يعني المهد الثكافي الألماني إلى ليبيا طبعا هذا بيكون بخطوات ولكن في أسباب للتفاول وفي تقدم وأنا شخص يعني متفائل وأنا متفائل جدا أن سنرى يعني تقدم يعني السرعة هذا التقدم طبعا مرتبط يعني من التقدم السياسي دائما كل الملفات مرتبطة بالشأن السياسي سأختم معك بهذا السؤال فيما يخص الجانب الأكاديمي والثقافي الانتشار الكوادر الليبية على مستوى الأطباء مثلا في مجالات الهندسة بعض العلوم التطبيقية غيرها يعني كأفراد موجود عندما تتسنى الفرصة للمواطن الليبي ليحمل شهادة أكاديمية وعلمية للوصول إلى ألمانيا وإلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي غالبا ما يسجل مستويات من النجاح تكون معترف بها حتى في تلك الدول لكن هذا لا يشكل عامل جذب بالنسبة لدول الأوروبية ربما ليفتح المجال أمام هذه الكوادر الليبية للعمل في الاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات ربما لتطوير هذه القطاعات في داخل لبي نتيجة نحن نجاج كل هذا الكوادر الليبية الذي يطرسون أو درسوا في ألمانيا بشكل آم ناجخين جدا ليس فقط المهندسين لكن العدد محدود سعد سوف يرغب المقاطع والعدد محدود لأن ألمانيا الاتحادية لا تفتح الباب للطلبة الليبيين الكوادر الليبية حتى يكون حضورهم موجودهم أكبر يعني طبعاً يوجد بعض البرامج الرسمية لذلك وتوجد المساعدات لكنها محدودة سعد محدودة ولكن المبادرة الشخصية ليس محدودة إذا أخذ ليبي يريد أن يطرس في ألمانيا وعنده طبعاً الشهادات الأكاديمية اللازمة والإرادة الكوية سينجح يعني ورأينا يعني طبعاً في بعض من في برنامج ليبي لمساعدة الأتباء يعني للدراسة في ألمانيا ولكن أنا شفت كمان رأيت يعني أنا كثيراً في المطار يعني درابلوس وشفت كثير من الليبيين كان يترسون في ألمانيا أنشانهم يعرفوني يعني من كما قلت أعذر المقاطعة فقط لأن الوقت الآن تهينا يبقى كل هذا بمبادرات شخصية من هؤلاء الطلبة أو غيرها إذا كان هذا الأمر مفيد لكل الجانبين مفيد لألمانيا مفيد لليبيا لماذا لا يكون هناك عمل رسمي من البلدين لدعم هذه المبادرات الشخصية وتأطيرها على المستوى الرسمي حتى تتوسع الحالة ويصبح الفرصة مفتوحة ما معداد أكبر لا هذا واضح نحتاج طبعا أكثر من المبادرة الرسمية ولكن حتى الآن موجود من الجهة الألمانية عندنا الديع عدي هذا خدمة الأكاديمية التبادل الأكاديمي الدولي طبعا المكتب في تونس بس المكتب مسؤول عن الليبيين ومن الممكن أن نعطيكم الألوان في الجبهة الرسمية من السفارة أو بالتويتر لذلك والليبيين نحن نساعد نحن نساعد الليبيين وهذا ليست بس مبادرة شخصية طبعا تحتاج هذه المبادرة الشخصية وطبعا أخيانا كمان في نقط من الجهة الليبية بالنسبة للأطباء أنشان جزء منهم يفضل أن يبكى في ألمانيا بعد الدراسة وبعد التخصص أنشان فيه فرص أمل وطبعا الفكرة عند المسؤولين الليبيين أن يرجعوا إلى ليبيا وهذا نحتاج أن تعاون بيننا لذلك ولكن أنا أظن أن الأطباء الليبيين وطنيين جدا ورجعوا كثير منهم على الررمن كان عندهم فرص أمل في ألمانيا عشان يريدون أن يشارك في تطور البلد وهذا شيء جيد وهذا الليبيين مهندسين مهندسات طبيبات اعتباع بنسبة لي سبب بالتفاؤل لمستقبل هذا البلد الجميل وصلنا لختام هذا اللقاء الخاص أشكرك في النهاية ساعة السفر الألماني في ليبيا ميخايل أونمارد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا سيد خالد أشكر في الختام دائما موصول لكم أساعد المشاهدين في أمان الله شكرا جزيلا لكم 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 شكرا جزيلا لكم